موسيقى نشط مفصلة لأخبارنا سهلها بالعنوين موسيقى السلطات السعودية تعتقل شقيق الملك السعودي أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف بتهمة التآمر لتنفيذ انقلاب بعد التقدم الواسع للقوات المسلحة اليمنية في الجو فالمبعوث الأممي يدعو إلى وقف التصيد وعبد السلام يرد بأن الحل يبدأ برفع الحصار إن احتياطاتنا من العمولات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9000 من اليوروبونت الحكومة اللبنانية تقرر تعليق دفع سندات الدين الدولية وتؤكد ألا حاجة لقطاع مصرفي يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصاد البلاد حاكم نيويورك يعلن الطوارئ بسبب انتشار كورونا ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي وشفاء عشرات الآلاف في الصين في خطوة لم تكن مفاجئة كثيرا بالنظر إلى أبعادها وخطوات سابقة لها اعتقلت السلطات السعودية ثلاثة أمراء من كبار أفراد العائلة الملكة بتهمة الخيانة اعتقال الأمير أحمد شقيق الملك سلمان وابن أخيه الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق جرى فجر الجمعة وكشفت عنه وولستريت جورنال ونيويورك تايمز نقلا عن مصادر مطلعة تقرير محمد ابو عبدالله من الصراع على العهد والإطاحة بولاته فردا فردا إلى تهيئة ظروف الجلوس على العرش دون مخصم أو منازع سرا أو علانية أميران من كبار العائلة يعتقلان فجأة محمد بن نايف المعزول من ولاية العهد وأحمد بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان البديل المحتمل لبن سلمان للأميرين الثالث هو نواف شقيق بن نايف ومعهم معتقلون آخرون وفقا لروايات متداولة إن صحت فالأمر قد يتجاوز مجرد الإزاحة من الطريق إلى إحباط انقلاب وشيك تختلف القراءات والتأويلات لكنها تتفق على أن الصراع بات على أشده لخلافة سلمان الطاعن في السن ثم تمير لبن نايف مؤيدنا في الغرب ولا سيما في واشنطن حيث مريدوه من تيار أوباما الديمقراطي وأن اعتقاله احتراز من تقلبات سياسية يرى آخرون أن اعتقال الأمير أحمد العائد من لندن قبل عامين بضمنات أمريكية على الأرجح قضى على آخر اسم يخشاه ولي العهد على عرش أبيه لكن الخشية من خصوم في العائلة الحاكمة قد تظل تراود الشب الحالم بالعرش الذي من أجله فعال الممكن وأكثر بكثير إقحام المملكة في صراعات إقليمية وإشعال حرب عدوانية على اليمن غير محسوبة العواقب وإهدار الأموال في صفقات تسليح مع الأمريكيين حيث الإهانة لا تساوي شيئا أمام التمكين للحكم تحت مظلة أمريكية معضلة الملك والحكم ونبأ الاعتقال مادة دسمة لتسريبات الإعلام الأمريكي ولا غرابة وولستريت جونال وانيورك تايمز نالتا سبق التسريب تقول الأولى إن الاعتقالات جرت على خلفية تهمة الخيانة حراس ملكيون مقنعون يتسللون تحت جنح الظلام إلى المنازل التي فتشوها وتنقل الثانية تأكيد مسؤول أمريكي سابق لتفتح أيضا باب التسريبات والقراءات للمشهد المستجد بتعزيز قبضة بن سلمان اعتقالات تهز الحرمية في المملكة تقول بلومبرك ولسيما أنها طالت الأميرة أحمد شقيق الملك وتضيف أن هيئة البيعة تلقت بلاغا بتآمر بن نايف وعمه لتنفيذ انقلاب تلمح الجاردين إلى الوقت الحساس المقترن بحظر الوصول إلى البقاع المقدسة لاحتواء تفشي كورونا كأنما هي تقصد ظرفا مواتيا للاعتقال تحاول وسائل الإعلام الحصول على تعليق رسمي لكن كالعادة ثم تصمت ولا جواب وكشفت وكالة رويترز أن الملكة السعودية سلمان بن عبد العزيز وافق على احتجاز ثلاثة أمراء السعوديين ووقع أمر الاعتقالات شخصيا وهو يتمتع بحالة عقلية ونفسية جيدة مصادر رويترز أشارت إلى أن المعتقلين يواجهون اتهامات بالخيانة وتهم الاتصال بقوى أجنبية من بينها الولايات المتحدة لتنفيذ انقلاب في مسيرة ابن سلمان ما أشبه حملة اليوم بالأمس فماذا مر على المملكة السعودية من أحداث حملت لمسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ ظهوره في المشهد السعودي جراسيا بيطار أهلا بكم أن يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى اعتقال عمه وابن عمه خبر لم يعد مدعاة استغراب إذا ما استعرضنا أسلوب الأمير الشاب منذ تعيينه وليا لولي العهد وكلما رفقه من قرارات عاصفة وضعت في خانة السباق نحو العرش هذا الفيديو الذي حرص ولي العهد على تعميمه وفيه يتنحى الأمير محمد بن نايف عن منصبه متمنيا التوفيق لولي العهد الجديد لا يمكن محوه من سجل بن سلمان فتلك المبالغة في السلام وصفها كثيرون حينها بالمسرحية ولسيما أنها ترافقت مع الترويج لصورة بن نايف بأنه البائس العجوز والعاجز عن تسلم زمام الحكم ليلة القبض على الأمراء هي النقطة الأكثر جدلا في سجل بن سلمان ففي ليلة تشرينية من العام 2017 استفاقت المملكة على خبر احتجاز أحد عشر أميرا وعشرات الوزراء السابقين والحاليين في فندق الريتس كارلنتون بتهم فساد ومن بين المعتقلين حينها ضجت الأصوات بأسماء مثل الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني وشقيقه الأمير تركي بن عبد الله والأمير الوليد بن طلال وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق ولغاية اليوم تقول منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن بعض الأمراء المعتقلين ما زالوا محتجزين من دون أساس قانوني واضح بالرغم من أن السلطات السعودية كانت قد أعلنت سابقا إقفال الملف وإذا كانت حملة الاعتقالات داخل السعودية وضعت في سياق إزاحة أي منافس لبن سلمان على العرش فهي تخطط المملكة لتصل إلى لبنان وقضية احتجاز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري وإجباره على الاستقالة من الرياض نهاية محمد بن سلمان توقعها كثيرون بعد مقتل السحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول لكن النتيجة كانت أن ولي العهد أعلن تحمل المسؤولية كاملة عن الجريمة مضحيا بأحد مستشاريه المقربين كسعود القحطاني الذي قالت وكالة الاستخبارات الأمريكية إنه خطط لمقتل خاشقجي وفي مقابل أسلوب الاعتقالات يرفع الأمير لواء الانفتاح انفتاح تبلور في الداخل باستضافة العاصمة السعودية وللمرة الأولى مهرجنات وأسبوع الموضة وغيرها على قاعدة اختصرها بن سلمان بقوله سأواجه التطرف وأعيد الاعتدال للمملكة رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي أكد في اتصال مع الميادين أن الاتقالات التي أعلن عنها في السعودية تأتي في إطار السياستي التغييب والاستحواذ التي بدأها محمد بن سلمان لكن الأمر الواضح للجميع أن هناك استحواذ يتوسع يوما بعد آخر يقوم بمحمد بن سلمان هذا الاستحواذ بدأ يتضح بشكل جلي حينما وصل إلى ولاية العهد وحينما تسلسل في إضعاف الكثير من الحلقات القريبة من الحكم بيوتات الأمراء التي كانت موجودة على سبيل بيت الملس عبد الله أو أبناء عمومته المختلفين ووصل اليوم إلى الحلقة التي ينظر لها أنها ما زالت لعلها تحمل في طياتها بوادر أن تسلم الحكم أو تعدل الحكم في السعودية في يوم الأيام وهو أحمد بن عبد العديد إلى ذلك قال مدير المعهد الخليجي في واشنطن علي الأحمد لمحمد بن نايف أذرعا في دول غربية وفي واشنطن حيث يطلق الدعم من الديمقراطيين للعودة إلى سدة الحكم وفي حديث للميدين أكد الأحمد أن أي انقلاب في السعودية لا يمكن إلا أن يكون مدعوما من الخارج محمد بن نايف له أذرع في الخارج في دول غربية لن نقول عنها الآن وحتى في واشنطن وكان جماعة إدالة أوباما يدعمون عودة محمد بن نايف إلى السلطة والإجراءات التي أخذت والاعتقال محمد بن نايف أتى في هذا الإطار فيما عاولت منع أي تغيير سياسي أخصصا مع ربما وفاة الملك سلمان التي لن تكون بعيدة بسبب كبر سنة طبعا فهو ترتيب الأوضاع الداخلية ومنع حدوث أي انقلاب خصوصا بدعم خارجي ولن يحصل انقلاب في السعودية إلا إذا كان مدعوما خارجيا مثل ما دعمت ترامب محمد بن سلمان الدموقراطيون لو وصلوا إلى سلطة الحكم في نهاية هذه السنة سيدعمون عودة محمد بن نايف كما أعلنوا في الأشهر الماضية أيضا أحد مساعدي محمد بن نايف السابقين الموجود في الخارج هو أيضا كان له دور مدير المعهد الخليجي في واشنطن قال أن قتل الحارس الشخصي للملك سلمان في الفترة الماضية مرتبط بموضوع الاتقالات ما حصل في سبتمبر الماضي من قتل الحارس الشخصي للملك سلمان كان مرتبطا بهذا الموضوع كان هناك محاولة ربما اغتيال محمد بن سلمان عن طريق بعض الحراس في القصر الملكي الذين كان لهم ولاء وارتبطت هذه عملية قتله بما حصل وهذه الاعتقالات في المعلومات التي لدينا أن أحمد بن عبدالزيز لم يكن جزء من هذه العملية وإنما تم اعتقالها وإحتجازها خطابير من احترازيا لمنع حدوث أي ردة فعل بعد أيام من سيطرة قوات الجيش اليمنية واللجان الشعبية على مركز محافظة الجوف هاجم عبدالله نعمان الأمين العام للتنظيم النصري في اليمن وأحمد بن دغر مستشار هادي ورئيس حكومته السابق هاجم هادي ونائبه علي محسن الأحمر والتحالف السعودي دلالات ذلك في تقرير أحمد عبد الرحمن سيطرة قوات صنعاء على محافظة الجوف شرق اليمن تقلب المعادلات العسكرية والسياسية على نحو واضح وتدفع الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان إلى اتهام هادي بالانقلاب على الشرعية والتوافق كما وصف نائبه علي محسن الأحمر برجل الهزائم وتاجر الحروب وقائد المجموعة الإرهابية إضافة إلى اتهام حزب الإصلاح باستغلال مؤسسة الدولة المدنية والعسكرية من تعز ومأرب إلى الجوف ومحافظات أخرى هجوم شنه نعمان من قلب مدينة تعز الواقعة تحت سيطرة هادي والتحالف وحزب الإصلاح مذكرا بالموقف القديم لتنظيمه الرافض للتدخل الخارجي كانت الكارثة عندما أقدم الرئيس عبد الربو منصور هادي على الإنقلاب على التوافق بأن أتى برجل بديل له في السلطة في موقع نائب رئيس الجمهورية تاريخه مليء بالهزائم والفشل تاجر خروب قائد لجماعات إرهابية هجوم نعمان لم يتوقف عند هذا الحد فقد قال إن وجود علي محسن الأحمر على رأس الجيش هو سبب الهزائم والخسائر المتتالية التي لن تتوقف عند محافظة الجوف وهو ما أكده مستشار هادي ورئيس حكومته السابق أحمد بن داغر الذي قال إن سقوط الجوف قد يغير موازين القوى العسكرية بصورة نهائية بسبب الانقلابات المتتالية على الشرعية والتي بسببها سيتلقون هزيمة تاريخية نكراء فشلت قيادة الشرعية في إدارة الدولة ولم تستطع أن تقدم الخدمات ولا أن توفر الأمن والاستقرار للمحافظات المحررة مواقف جديدة تأتي بعد سنوات من الصمت وتأييد تحالف الحرب السعودي الإماراتي والوقوف في صف هادي وحكومته وحزب الإصلاح ما يعني أن حكومة هادي وتحالف الحرب بات على مفترق طرق كلها تؤدي كما يبدو إلى الهزيمة ضربات سياسية تتوالى على هادي وحكومته وتحالف الحرب إثر الضربات العسكرية التي تلقياها من نهم إلى الجوف في مأرب وقد طوقتها قوات صنعاء وباتت على مشارفها لتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى مأرب في محاولة لوقف سيناريوهات الحرب وما ستفضي إليه من تحولات في الواقع أحمد عبد الرحمن صنعاء الميادين قال وزير السياحة في حكومة صنع أحمد العليي أنه لا خطوط حمراً أمام الجيش والقوات الشعبية لتحقيق استقلال اليمن وأكد أنه سيتم تحرير الجوف ومأرب العليي قال للميادين أنه منذ قيام ثورة الواحد والعشرين من أيلول سبتمبر قرر اليمنيون التخلص من الوصاية السعودية ومن التدخل الخارجي اليوم نستطيع أن نقول أنه وداعاً لكل حالة من حالات الحالات الانتقائية والعمل من أجل فرض هيمنة معينة أو أن تبقى اليمن حديقة خلفية للنظام السعودي أو غيرها ليس على الحدود فقط بل سنذهب إلى عمق الأراضي السعودية لكي يقتنع في الأخير النظام السعودي أن لا جدوى من هذه الحرب لا حدود ولا خطوط حمراء أمام الشعب اليمني وجيشي ولجانة الشعبية لتحقيق أهم أهداف ثورة الواحد وعشرين من سبتمبر وهي الحرية والاستقلال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتيني جريفث أكد أنه لا بديل عن التسوية السياسية عبر التفاوض لحل الأزمة في اليمن والاستناف المبكر لعملية السلام معاقب وصوله إلى مدينة مأرب جدد جريفث دعوته للوقف الفوري غير المشروط للأنشطة العسكرية وبدأ عملية خفض تصعيد شاملة وجامعة تسمح بالمحاسبة والمساءلة جريفث قال أن اليمن يمر بمنعطف خطير فأما أن تصمت البنادق وتستأنف العملية السياسية أو ينزلق لنزاع ومعاناة واسعي النطاق كما يجري اليوم في مأرب وفق قوله ورأى رئيس وفدي صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن أي دعوات مجزأة للتسوية هي دعوات مبطنة لإطالة العدوان والحصار معتبرا أن الحل في اليمن يرتكز أولا على وقف العدوان ورفع الحصار ثم إجراء مفاوضات سياسية جدة عبد السلام قال أن على المبعوث الأممي أن ينأ بنفسه عما وصفها بالأجندة المشبوهة لأن الطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفا للعدوان وفكا للحصار وفق قوله وبث الإعلام الأمني في اليمن مشاهد جديدة لتورط أمريكا في تدمير الدفاعات الجوية اليمنية ما بين العوام 2007 و2014 بتواطئ من السلطات السابقة المشاهد تظهر عملية تلغيم منظومات الدفاعات الجوية من قبل ضباط أمريكيين ووضعهم مادة السيفور اللاسقة شديدة لانفجار على صواريخ الدفاعات الجوية اليمنية في معسكر القوات الخاصة غرب العاصمة صنع ترجمة نانسي قنقر أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان ديابا أن اللبنان سيتوقف عن دفع سندات اليوروبوند التي يستحق دفعها بعد يومين مؤكدا أن الدولة ستسعى لإعادة هيكلة الدين العامة احتياطاتنا من العمولات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق تسعة أذار من اليوروبوند لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني وتعهد دياب بالوقوف أمام التهرب الضريبي لافتا لأن الحكومة بدأت بإعداد استراتيجية لمكافحة الفساد لم يعد ممكنا بعد اليوم الاستمرار بالاستدانة لتمويل واقع الفساد ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة هيكلة ديونها بما يتناسب مع المصلحة الوطنية عبر خوض مفاوضات منصفة مع الدائنين كافة تلتزم المعايير العالمية المثلة دياب قال أن حكومته ستعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي ولسيما الصغيرة منها موشرا إلى العمل على إعداد خطة لعادة هيكلة القطاع المصرفي لا نحتاج قطاعاً مصرفياً يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا لذا يجب إعداد خطة لعادة هيكلة القطاع المصرفي سنعمل على حماية الوداء في القطاع المصرفي خاصة وداع صغار المدعين الذين يشكلون أكثر من 90% من إجمال الحسابات المصرفية سوف نقدم قريبا مشروع قانون خاص بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها لتصبح أكثر عدلا وأنصافا رئيس الحكومة اللبنانية قال أن لبنان يدفع اليوم ثمن أخطاء السنوات الماضية معتبرا أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان هي نعكاس لأزمة غير مسبوقة هتف اللبنانيون بمطالبهم المحقة فكانت الشرارة التي أنارت الطريق لوضع حد لمسار الفساد وتلك السياسات التي أورثتنا بلدا مثقلا بالأعباء الكثيرة ومن بين أهمها تراكم الديون وفوائدها هل يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة؟ هل يمكن لوطن أن يكون حرا إذا كان غارقا بالديون؟ نحن اليوم ندفع ثمن أخطاء السنوات الماضية فهل علينا أن نورثها لأولادنا وأجيالنا المقبلة؟ قرار الحكومة جاء بعد تأكيد الرؤساء الثلاثة التوافق على عدم دفع الدين المستحقي على لبنان أو ما يعرف بسندات اليوروبوند تقرير عباس الصباغ الامتناع عن دفع سندات الدين بدءا من الشهر الحالي والتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الدين العام وتنفيذ خطة إنقاذية إصلاحية هي أبرز القرارات الحكومية اللبنانية التي أقرتها حكومة الرئيس حسان دياب قرارات سبقها اجتماع ضم الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري واستطبع بلقاء مالي موسع لبحث تبعات عدم دفع بعض سندات الدين وانعكاس الأمر على تصنيف لبنان الاعتماني كرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحكة القرار الذي وصف بالمفصلي في بيروت يأتي بعد تفاقم الأزمة المالية وتراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بعد تدهور سعر صرف الليرة وامتناع المصارف عن إعادة الودائع للمواطنين وتقنين الصحوبات المصرفية ولا سيما بالعملة الأجنبية ما ترك استياء في الشارع اللبناني رئيس الحكومة حسان دياب أكد أنه بصدد تنفيذ خطة إنقاذية ملمحا إلى قرارات موجعة خطوات سبق وأن كانت من ضمن الوصفة شبه الجاهزة لصندوق النقد الدولي والذي رفضتها أحزاب وقوى لبنانية عديدة لن تذهب كما هي عمليات الضغط القائمة على لبنان حاليا خسخصة كل القطاعات الدولي إنما ستبدأ بمعالجات بالملفات التي تكبد الخزينة الأعباء الكبرى للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي يتخذ لبنان قرارا بعدم سداد سندات اليورو بوند التي أقرضت الحكومة مبالغ طائلة لقاء فوائد عالية علما بأن تلك المصارف كانت تدفع في اتجاه إقناع الحكومة بدفع مستحقاتها لبنان دخل مرحلة جديدة ويترقب ردات الفعل وقرارات الجهات الدولية ولسيما الشركات المعنية بالتصنيف المالي للمرة الأولى تقرر الحكومة اللبنانية عدم دفع سندات اليورو بوند قرار جاء بعد جولات من النقاش واستمزاج الأراء وستطلب الحكومة إعادة هيكلة الدين فيما الأنظار ستشخص إلى الخطة الإنقاضية التي ستنفذها الحكومة للتخفيف من أعباء الأزمة الاقتصادية عبدالصباغ من القصر الرئاسي اللبناني الميادين وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز أن جمعيات المصارف اللبنانية مستعدة للتحدث مع الدائنين الأجانب للسعي لإعادة هيكلة الديون المصدر أضاف أن الجمعية تعينت شركة هوليهان لاكي مستشارا ماليا للمساعدة في العملية وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة اللبنانية عدم تمكنها تزديد الديون المستحقة عليها فاصل ونواصل نشرتنا أهلا بكم من جديد أطلق مسلحون تابعون لجباة النصر قذائف صاروخية باتجاه نقاط انتشار الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة في قرية الشيخ عقيل بريف حلب الشمالي الغربي وفي منطقة جمعية الأمين بالريف الغربي لحلب هذا واقتصرت الأضرار على الماديات الاسدف يعد خرقا لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا وتجدر الإشارة إلى أن مركز المصلحة الروسي رصد ستة انتهاكات لقرار وقف إطلاق النار من قبل النصر يوم أمس وعادت سلطات السورية فتح طريق حلب دمشق الدولية أمام المدنيين والقوافل التجارية بعد أغلاق لأسبوعين تقريبا نتيجة المعارك الأخيرة الطريق شهد حركة مرور جيدة من وإلى العاصمة دمشق أذا وكان الجيش السوري أعلن انتهاء وحدات الهندسة العسكرية لديه من تمشيط كامل الجزء الذي حدثت فيه المعارك بينما عملت الدوائر الحكومية على إعادة تأهيل الطريق والحمد لله رب العالمين بهمة بواصل الجيش تم تحرير هذا الطريق وحركة السرع تيادية جدا ونحن لأول مرة منذ عام 2011 يعني أنا لأول مرة من الشهر السالس 2011 ودعش أن نمشي على الطريق والحمد لله رب العالمين فهذا الطريق وهذه البساحات الشاسعة التي تعمدت بدماء الشهداء وتطهرت بدمائهم كل الشكر للجيش العربي السوري والقوات المسلحة والقوات الرضيفة أكد وزير الدفاع التركي خلوسي أكار أنه لم يجري خرق وقف إطلاق النار المتفق عليه مع روسيا في إدلب وكالة الأنضون نقلت عن أكار قوله إن بلاده بدأت العمل على إرساء الممر الآمن في محيط طريق أمفور موشيرا في الوقت ذاته إلى أن أنقرة سترد من دون تردد على أي هجوم يستدف نقاط المراقبة أو الجنود الأتراك في إدلب كما أعلن أكار أن وفدا عسكريا روسيا سيزور أنقرة الأسبوع المقبل أمر رئيس التركي رجب طيب أردغان خفر السواحل بمنع عبور المهاجرين من تركيا عبر بحر إيجا ووفق خفر السواحل التركي فأن المقاربة المتمثلة بعدم التدخل لمنع المهاجرين من مغادرة تركيا لا تزال معتمدة باستثناء أولئك الذين يريدون المغادرة عبر البحر بسبب المخاطر مسؤول سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل كرر رفض ابتزاز تركيا الأوروبيين بورقة اللاجئين مؤكدا أن فكرة إقامة منطقة حظر للطيران في سوريا تتجاوز قدرة الاتحاد على فرضها نريد التحرك وفق لإمكاناتنا ومواردنا ولا قدرة لنا على إقامة منطقة حظر للطيران في سوريا يمكن أن نتمناها وبإمكاننا تحريك مواردنا في إطار مجلس الأمن الدولي ومثل ما قلت هناك أعضاء في الاتحاد هم أعضاء دائمون في مجلس الأمن لا أستبعد هذا الأمر لكن القرار لا يمكن اتخاذه من قبل مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نظمت أحزاب وهيئات وقوى أردنية قومية ويسارية وقفة احتجاجية ضد الغزو التركي للأراضي السورية لنا شاهيم بأعلى صوت صرخوا منددين بالغزو التركي للأراضي السورية واستهداف كل مكونات محور المقاومة يقول من جاء للاحتجاج أمام مقر السفارة التركية في عمان ليس لنا خصومة مع الشعب التركي خصومنا هي القيادة السياسية المتمثلة في أردوغان وحكومته نقول للشعب السوري نحن إخوة وشركاء في الجغرافيا وفي الديمغرافيا الغزو التركي لسوريا لا يقف عند حدودها فقط وإنما يتعدها إلى ما أبعد من ذلك يقول المشاركون هنا ويجددون دعمهم لسوريا ولحلفائها في محور المقاومة إنني وحيث أن تمي لمحور المقاومة هذا المحور الذي يقف في مواجهة هذا المشروع وهذا النهج الأردوغاني الإخواني في تفتيت هذه الدولة جئنا هنا لإيصال رسالة واضحة أننا مع الجيش العربي السوري ومع الدولة السورية نوجه رسالة للمحتل العثماني أنه ما عد يفكر حاله دولة عثمانية عظمى الآن الأول لأنه يرحل يعني يرحل من الأرض السورية ويرحل من حياة السوريين المشاركون أكدوا أن الغزوة التركية لسوريا يتناغم مع عدوان إسرائيل ضد سوريا وبدعم أطلسيا من أجل إنفاذ مشروع الشرق الأوسط الجديد وصفقة القرن لا للغزوة التركية للأراضي السورية ولا لدعم الجماعات الإرهابية يقولون ويؤكدون وقوفهم إلى جانب سوريا شعبا وحكومة وجيشا ويزيدون أن صاحبة الحق سوريا لابد أن تنتصر لأن شاهين عمان أعلم يا دين أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو حالة الطواري في الولاية بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 76 كومولا فتا إلى وجود أربعة آلاف شخص يخضعون للحجر الصحي في نيويورك وأشرت وسائل علامة أمريكية إلى أن أعلان الطواري جاء بسبب المخاوف من انتشار الفيروس في المدينة وعلنت إيطاليا أنها ستضع مدينتين ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي السلطات الإيطالية أكدت أنها ستفرد قيودا صارمة على الدخول إلى هذه المناطق والخروج منها حتى انتهاء مدة الحجر في الثالث من نيسان أبريل المقبل يأتي ذلك في وقت كانت قد أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل ألف ومئتين وخمسينة أو خمسينة حالة إصابة جديدة بالفيروس السبت اتام وزير الخارجية الإيراني محمد جواز ريفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد العقوبات الأمريكية غير القانونية لاستنزاف موارد إيران اللازمة في مكافحة فيروس كورونا وفي تغريدة على تويتر شدد ضريف على أنه لا يمكن للعالم الاستمرار في صمته أمام استبدال الولايات المتحدة إرهابها الاقتصادي بإرهاب طبي وفق تعبيره وقال رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية إلى إيران ريتشارد بيرنر أن إيران تمتلك أحد أقوى الأنظمة الصحية في شرق البحر المتوسط معتبراً أن بإمكان بقية دول العالم والمنطقة الاستفادة من تجربة إيران إيران تمتلك أحد أقوى الأنظمة الصحية في شرق البحر المتوسط وردة فعلها على انتشار المرض كانت جيدة جداً وقد حصل تطور جيد في هذا الإطار وإيران ملتزمة بالأولويات المتعارف عليها لمواجهة انتشار كورونا وأعتقد أن بقية دول المنطقة والعالم يمكن لها الاستفادة من تجربة إيران وفي الصين تماثل للشفاء نحو 55 ألف مصاب بفيروس كورونا بالتزامن مع عودة أكثر من نصف العمال من الأرياف إلى أعمالهم تقرير علي الأحمر إلى الشفاء تماثل نحو 55 ألف صيني مصاب بفيروس كورونا غادروا أسرتهم في المستشفيات ارتفاع أرقام المتعافين من كورونا يتزامن مع سعي الصين إلى استعادة عافيتها الاقتصادية أنا سعيدة جدا لأنني استطعت أخيرا مغادرة المستشفى أود أن أشكر الأطباء والممرضات لقد كانوا يسألون عن حالتنا كل يوم وأخبرون أنه لا داعي للقلق معظم المؤشرات تدل على مضي الصين نحو احتواء الفيروس وضبط انتشاره فيها فقد عاد نحو 80 مليون عامل من الأرياف إلى أعمالهم مجددا بعد إجازة بدأت منذ بداية السنة الصينية الجديدة وتعد هذه الخطوة أحد الإجراءات التي تتخذها بكين للحد من اضطراب النشاط الاقتصادي في البلاد لدينا في الصين حاليا بحوث حول طفرة الفيروس وتطوير اللقاحات ووجدنا أن طفرة الفيروس لم تتغير يرتفع مستوى التأهب العالمي مع اعتماد سياسة الحجر الصحي بعض الدول اتخذت إجراءات احترازية كألغاء المؤتمرات والاجتماعات العامة هيئة المساجد في إيران أوقفت صلاة الجماعة السعودية فرضت إجراءات دخول جديدة على ثلاث دول خليجية أما الكويت فقد أوقفت الرحلات الجوية مع سبع دول فيما تكثفت الإجراءات الاحترازية في لبنان يحصل ذلك فيما لا يزال مئات الملايين من الطلاب والتلامذة في العالم في عطلة قصرية فرضها انتشار فيروس كورونا إلى العراق حيث بدأ من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني زيارة إلى بغداد على رأس وفد سياسيا أمنيا رفيع المستوى ومن المقرر أن يعقد شمخاني رقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والتي ستتناول العلاقات الثنائية السياسية الأمنية الاقتصادية بين البلدين وتستمر القوى السياسية العراقية في مشاوراتها حول اسم الشخصية التي سيكلفها الرئيس العراقي بتشكيل الحكومة والبحث يتركز حول مرشح يحظى بقبول من الشارع المتظاهر منذ أشهر ومن القوى السياسية عبدالله بدران لا تتوقف الاجتماعات بين قوى الإصلاح والبناء وبين الرئاسات العراقية ولا تتوقف الاتصالات اتصالات سياسية بين بغداد وأربيل كلها في إطار تحديد هوية الرئيس المطلوب تكليفه تأليف حكومة المرحلة المقبلة المقترح الأخير بين قوى المكون الشيعي كانت بتقديم مستقل يقود حكومة مختصرة لمرحلة مؤقتة الأهم فيها انتخابات نيابية المبكرة وتحديد موعدها الجذر الأساسي هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة وتغيير هذه الوجوه وتغيير الخارطة السياسية هذا يتحقق عبر أمور عدة منها إكمال إقرار قانون الانتخابات الشارع العراقي ما زال في حراكه بين ساحتي التحرير والحبوب بشكل أساس تحدي مستمر لأي طرح من القوى السياسية انتهى بمقترح قدمته قوى في التظاهرات سابق ودعت له القوى السياسية وعدد من الرئاسات أساس الطرح أن تتم المباشرة بتشكيل هيئة تمثل المتظاهرين للتفاوض لكن لم يعلن الأمر بعد الفراغ الدستوري أمر مستبعد حاليا لوجود ما يكفل في الدستور لكن عدم وجود التوافقية هي من يضع العصى في عجلة هذا الفراغ الرئاسة المشروطة أحد أهم البنود التي تحشر القوى السياسية في خياراتها فهي تصر على أن من يقود الحكومة المؤقتة لا يشترك فيما يليها خمسة عشر يوما أمام الرئيس العراقي والأحزاب والتيارات في تقديم مرشح يقود حكومة المرحلة المقبلة انقضى نصفها وباقي لنصفها الآخر أمن سياسي بإقناع القوى السنية والكردية بشخص مكلف في حال حسم التوافق الشيعي حوله عبدالله بدران بغداد الميادي جدد رئيس الوزراء الإسرائي بنامين التنياهو تأكيده الفوز بالانتخابات وخلال مؤتمره الصحفي هاجم نتنياهو زعيم حزب أزرق أبيض بني جانس ورئيس حزب إسرائيل بيتنا أفكدور ليبرمن واتهمهما بالعمل على تقويد إرادة الناخب وأكد أنه يعقد مؤتمرا طارئا لمنع سرقة الانتخابات عبر السطو على خيار الجمهور من جهته شدد جانس في مؤتمر الصحفي على أن حقبة نتنياهو انتهت وأنه سيشكل حكومة مستقرة تعالج إسرائيل من الكراهية والانشقاق أكد الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن منحيم أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تنفيذ صفقة القرن من خلال إجراء اتصالات سرية مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس مشيرا إلى فشل هذه الجهود بن منحيم في مقال له على موقع نيوز وان الإخباري قال أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر قنبلة سياسية بتأكيده مؤخرا رفض الحركة للعروض الأمريكية بعد محاولة إدارة ترامب فتح قنوات اتصال مع حماس مشيرا إلى أن واشنطن لم تنفي كلام هنية وأن محاولات الإدارة التواصل مع حماس تعود إلى إدراك واشنطن قدرة الحركة على إرباك المخططات الأمريكية رأت الخارجية المصرية نبيان إثيوبيا بشان قرار جامعة الدول العربية حول سد النهضة يحمل إهانة للجامعة والدول الأعضاء الخارجية المصرية دعت المجتمع الدولي إلى إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع بحسب تعبيرها وكانت الخارجية الإثيوبية أعلنت رفضها قرار جامعة الدول العربية الذي أقر حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ورفض أي إجراءات أحادية إثيوبية احتفل التونس باليوم الوطني للمبلغين عن قضايا الفساد وسط مؤشرات على فشل البلاد في تحقيق نتائج بارزة على مستوى مكافحة هذه الآفة مراد الدلنسي بفخر يبدو على محيه يتجه أحمد نحو هيئة مكافحة الفساد لتكريمه بمشاركة المئات من التونسيين الذين واجهوا التهديدات وكشفوا عن ملفات فساد داخل المؤسسات العمومية والخاصة تونس خصصت يوماً للاحتفال بالمبلغين عن الفساد وتكريمهم في إطار خطتها للحد من انتشار هذه الآفة وقع اللجوء إلى الهيئة الوطنية للمقاومة الفساد إعلامهم بالفساد هذا هذا الفساد مادي مالي وفساد إداري هذا هو العنوان الكبير وبالتالي بعد ما قدمت لها المستندات والمعطيات الشاملة والشافية وقعت إحالة الملف إلى القطب القضائي داخل هذه القاعة تحدث العشرات من المبلغين عن قضايا الفساد قصص عن هدر للمال العام والتلاعب بالوثائق وعن خسائر بالمليارات تكبدها الاقتصاد التونسي حرمت البلاد نقطة نمو على الأقل سنوياً انتشار الفساد كان من بين أسباب اندلاع الثورة التونسية لذلك قامت الحكومات المتعاقبة بسن التشريعات وبعض الهيئات لمكافحة هذه الظاهرة ولكن يبدو أن تونس لم تنجح بشكل كبير في الحد من انتشار الفساد فترتيب تونس الدولي على مستوى مقاومة الفساد لم يتطور منذ سنوات محافظة بذلك على المركز الثالث والسبعين عالمياً رغم تشكيل هيئة لمكافحة الفساد وهيئة النفاذ للمعلومة يعني على مستوى مؤسساتي قانوني يقول مصري احنا كويسين على مستوى نتائج الحد من مخاطر الفساد على المستوى التوعوي موجود لكن على مستوى حاربة الفاسدين هناك تعطيل كبير وكبير جداً الحديث عن مقاومة الفساد لا يغيب عن خطابات الأحزاب والمسؤولين الحكوميين وأن كان ذلك لا يعد أن يكون سوى شعارات للاستهلاك الإعلامي بحسب متابعين إلا أنه يبقى أن من أسباب تفشي هذه الآفة هو غياب الإرادة السياسية وتورط سياسيين وأحزاب في قضايا الفساد مراد الدلنسي تونس الميادين انطلقت في غزة الدورة الثالثة لمهرجان الفيديو آرت الدولي تحت عنوان أكسجين وعرضت خلالها عدة أفلام لمشاركين فلسطينيين وعرب وأجانب تعالج قضايا مختلفة أحمد غانم واقع غزة المحاصرة ومعاناتها وهموم شبابها أطلت على الجمهور ضمن الأفلام الافتتاحية لمهرجان الفيديو آرت الدولي في دورته الثالثة أعمال مبتكرة ومميزة على صعيدي الفكرة والمعالجة الفنية عرضت ضمن هذا المهرجان الذي مثل فرصة أمام كثير من الشباب للمشاركة في التعبير عن أوجاعهم وتطلعاتهم قداش حتواجه عقبات قداش حتواجه أشياء معيقلة إليك إلا أنه بإرادتك بعزينتك ممكن توصل للي بدك إياه هاي كانت رسالة فيلمي باختصار أنا استبدلت الموسيقى عن الأكسجين أنا موضوع فيلمي عن الهجرة الغير شرية رسالت من الفيلم مش دايما نحط في بالنا أنه الهجرة هي السلم اللي هنطلع عليه ونحقق أحلامنا نحن ممكن نحقق أحلامنا بلدنا 32 فيلما من غزة ودول عربية وغربية عرضت في مهرجان أكسجين أظهرت وعي أصحابها لما يحاك لقضية فلسطين كما قدمت أفلام أخرى معالجات لقضايا مهمة كالهجرة غير الشرعية والعنف ضد المرأة واحترام الحريات جهد يأتي ضمن تجربة تستهدف تطوير المشهد الثقافي الفلسطيني آخر نوع من أنواع المقاومة عندنا في غزة لو الفن الفن والثقافة هذا آخر إسلاح من نحارف فيه إحنا فبالتالي صار معركتنا مع العالم الخارج كيف نعكي الصورة لغزة الشورة مصرفة مختلفة عن صورة الحرب والضمار والأشياء كذا في مقابل أن نعطي جرعة أمل وزرعة أكسجين من غزة للعالم الخارج ويأمل القائمون على المهرجان أن يتمكنوا من عرض أفلامهم خارج غزة بما يكسر الحصارة الثقافية المفروضة على القطاع لا يمثل هذا المهرجان مجرد فرصة لاستقطاب هواة الفن السابع من الفنانين وصناع الإبداع فحسب بل يشكل انطلاقه من غزة المحاصرة رسالة تؤكد إسرار الفلسطينيين على خوض معترك الثقافة بكل قوة واقتدار أحمد غانم غزة الميادين صلت باحثون الضوء على نتائج تناقص أعداد النحل حول العالم والتأثير ذلك على إمدادات الغذاء العالمية وعما إذا كان هناك بديل فعلي لتأمين المستقبل الغذائي النحل يواجه تحديات في الكثير من دول العالم تسببت في تراجع أعداده إذ أشارت دراسة حديثة إلى أن سلوفينيا كانت واحدة من الدول الأوروبية التي شهدت في الفترة الأخيرة أعلى معدلات خسائر في مستعمرات النحل في فصل الشتاء وقد يرجع ذلك إلى ضغوط التنقل والتعارض للمبيدات الحشرية التي قد تؤدي إلى هلاك أعداد كبيرة من النحل الذي يلقح النباتات لإنتاج الطعام حول العالم لكن تدهور التربة وعدم تنوع مصادر الغذاء أثر سلبا في صحة النحل وتسبب جمع عدد كبيرة من النحل لتلقيه المحصول نفسه في تفشي الأمراض بين هذه الحشرة وتناقص أعدادها كما يتعرض النحل أيضا في المزارع والحقول أثناء تلقيه المحاصيل للمبيدات الحشرية ما يؤدي إلى موت أكثر من نصفه سنويا ومع ذلك يصهم التلقيح الحشري بشكل مباشر في إنتاج جزء ضخم من إمدادات الغذاء في العالم لذا يجب أن يكون الانخفاض الهائل في أعداد نحل العسل جرس إنذار لاكتشاف جذور المشكلة أو تطوير بديل تكنولوجيا قادر على أداء الوظيفة نفسها وتجري البحوث حاليا حول البدائل الروبوتية للنحل من قبل باحثين في المعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة في اليابان حيث طورت طائرة دران يدوية التحكم كما يوجد خيار آخر للتخفيف من خطر تدهور أعداد النحل وهو طريقة تعرف باسم غبار حبوب اللقاح حيث يتم رش حبوب اللقاح على الحقول من الطائرات المرة فوقها وتقول دراسة إن هذه الطريقة فعالة لبعض المحاصيل وربما يتوقف الحفاظ على صحة النحل الذي تعتمد عليه إمدادات الغذاء العالمية على القرارات التي تتخذ لدى شراء المواد الغذائية التي قد تكون أعلى جودة وأعلى سعرا أيضا تذكير بعنوين النشرة السلطات السعودية تعتقل شقيق الملك السعودية أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف بتهمة التآمر لتنفيذ انقلاب بعد التقدم الواسع للقوات المسلحة اليمنية في الجوف فالمبعوث الأممي يدعو إلى وقف التصعيد وعبد السلام يرد بأن الحل يبدأ برفع الحصار إن احتياطاتنا من العمولات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 أذار من اليوروبونت الحكومة اللبنانية تقرر تعليق دفع سندات الدين الدولية وتؤكد أن لا حاجة لقطاع مصرفي يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصاد البلاد حاكم نيويورك يعلن الطوارئ بسبب انتشار كورونا ميلانو والبندقية ومناطق أخرى قيد الحجر الصحي وشفاء عشرات الآلاف في الصين الميادين دوت نت موقعنا على الانترنت موجز اخباري على رأس الساعة ترجمة نانسي قنقر